موسيقى مجز لأهم الأنباء من الجزائر الدولية أهلا بكم وفي المستهل شنت قوات الاحتلال السويوني لتنين حملة شريسة على مستشفيات ومراكز إيواء غربي خان يونس وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل حيث وصل ما لا يقل عن ثلاثين شهيدا إلى مستشفى ناصر إثر القصف المتواصل وبالتزام مع استهداف غارة صيونية منزلا مجاورا لمستشفى ناصر في خان يونس وسمع دوي انفجار كبير قرب المجمع الطبي المصدر ذاته أشار إلى أن عددا كبيرا من الشهداء يتمثلون في عائلات كاملة تتكون من الأب والأم والأطفال كما أن عشرات شهداء ما زالت جثامنهم ملقاة على الأرض وكذلك الجرح الذين منع الاحتلال وصول فرق الإنقاذ إليهم وارتفع عدد ضحايا القصف الصيوني المتواصل على مراكز الإواء بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة الاثنين إلى أكثر من خمسين شهيدا إضافة إلى عشرات المصابين وفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال استهدفت نحو ثلاثين ألف نازح في خمسة مراكز إواء بخان يونس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن اقتحام قوات الاحتلال الصيوني مستشفى الخير في خان يونس جنوبية قطاع غزة الوزارة في بيان لها عبر تطبيق تيلاجرام ذكرت أن القوات الصيونية احتجزت طواقم الطبية داخل المستشفى في حين تجاوز عدد الإصابات الخطيرة القدرة الاستعابية لغرف العمليات والعناية المركزة بمجمع ناصر الطبي نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية الاثنين عمليات مشتركة ضد قوات الاحتلال الصيوني المتوغلة شمال غطاع غزة وأكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت خط إنداد لآلقات صيونية شرق جبالية بقوابل من قضاء في الهاون في عملية مشتركة مع كتيب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس ثمن الأعلمي الفلسطيني وإلى الدحدوح موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والتي وصفها بقضية الشعب الواحد شاكرا الرئيس الجزائري التفاتته الطيبة جاء ذلك خلال لقاء جمع سفير الجزائر في قطر صالح عطية بوائل الدحدوح بمقر إقامته في الدوحة بيان عن صفارة الجزائر بالدوحة أوضح أن صالح عطية نقل للدحدوح تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والشعب الجزائري وسلم له بالمناسبة النسخة الأصلية للرسالة رسالة التعزجة التي بعثها الرئيس تبون على إثر استشهاد نجله الزحفي حمزة وإلى الدحدوح استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين وزير الداخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن نايف بن عبد العزيز السعود وفق ما أفاذ به بيان عن الرئاسة الجزائر ختم هذا الموجز تابعوا ألت وينفوريوز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقع الإلكتروني في خدمتكم دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة